انتلقت أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة وقابلة للتنفيذ تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار ومن ثم رفعها إلى سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويأتي ذلك من أجل التوافقي على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة الحديث دلوقتي داير في سياق توافقي على الدمج ما بين الانتخابات النظام الفردي مع نظام القائمة المطلقة والنظام القائمة النسبية الكلام عن تفاصيل في الداخل لكن الكل مستوعب أنه احنا في مرحلة سياسية مختلفة وفي جمهورية جديدة وفي حوار وطني فبالتالي لازم نؤسس للنظام سياسي وانتخابي جديد فالكل من خلال القناعة دي بيتناقش أن احنا محتاجين نتغير أهمية ضم فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي أهمية صدور قانون مسؤوليات طبية لتنظيم عملية محاسبة الأطباء أو تقييم عند حدوث مضاعفات هل ده مسؤولية الطبيب أم لا ليس بالضرورة يبقى خطأ طبي وتنظيم الإعلام حولنا القضايا الطبية وما إلى ذلك كانت جلسة مثمرة جدا طبعا احنا بنحضر كممثلين للحكومة وبصفة طبعا رئيس لهاية الرئيس الصحية ومشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل في الحقيقة كان فيه اتفاق عام على مسألة تسريع وتيري التطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ويمكن ده طبعا بيتوافق مع الإرادة السياسية أن احنا نضغط البرنامج الزمني للمنظومة وطبعا ده بيدل أيضا ويعني بيعني لنا أن السادة ممثلي الحركة المدنية وممثلي الأحزاب السياسية ورؤساء الأحزاب في الحقيقة مقتنعين بالإنجازات اللي تمت على أرض الواقع فيما تعلق بتحسين مؤشرات الرعاية الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدأت بالفعلة بستة محافظات الجلسة ده هي كانت مفيدة جدا في أن اللي حضرين كلهم خبراء وكنا بنبني على قاعدة الأراء اللي اتعرضت كلها وبالتالي كان مستوى المناقشة أرقى وكان مستوى بلورة الاقتراحات إيجابي ومفيد جدا